جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وخلال الاتصال تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين كما تناول الاتصال اهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لاحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الاطراف وامنها القومي وذلك في ضوء استعراض مستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا كما أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على أهمية مراعاة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا وقيام كافة الدول بواجبها بتمويل العمليات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وفق مبادئ التضامن الإنساني وتم خلال الاتصال الاهتمام بالتعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا بما في ذلك مراعاة الاستخدام الناجح للقاحات الروسية في المملكة